بسم الله الرحمن الرحيم ضع يدك اليمنى في جيبك وردد هذه الآية العظيمة من القرآن الكريم يرزقك الله سبحانه وتعالى بمال كثير يعني انت لما تقرأها هتلاقي المال دخلك هتلاقي المال بإذن الله بقى جيبك مليان بالمال هتلاقي الرزق بقى عندك كتير هتلاقي ربنا يرزقك من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى أكرمك بالصراء والغنى مع المدومة على هذه الآية قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب واجد عندها رزقة قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب لذلك ربنا كان بيكرم السيدة مريم لذلك ربنا سبحانه وتعالى هيكرمنا زي ما كان بيجي لها رزقها وهي في المحراب تتعبد ربنا إن شاء الله بإذن الله هيكرمك ببركة هذه الآيل هقولك عليها دلوقتي وهقولك عليها دلوقتي بس جماعة عايزين نحط حاجة معانا في دماغنا يعني إيه إن شاء الله بإذن الله هتلاقي الرزق ممكن تلاقي المال يعني في حتة أنت لتتوقعها يظهر لك المال فجأة قدامك بأمر الله سبحانه وتعالى يعني ممكن تلاقي المال في جيبك بإذن الله سبحانه وتعالى تجليات هذه الآية عظيمة هتلاقي كمان إن شاء الله بإذن الله الرزق بيتفتح قدامك المال بقى بيفيد عندك هتلاقي عندك حتة أنت ربنا بيكرمك بالمال اللي هو الزائد على الحد بإذن الله كمان إن شاء الله بإذن الله لو وضعنا إيدينا في شنطة أو حقيبة المرأة بإذن الله ربنا هيكرمها أيضا وتجد المال بإذن الله يعني تحط إيديها في الشنطة وتكرأ هذه الآية وتحط إيدك في جيبك وتكرأ هذه الآية والآية باسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم الآية رقم اتنين من سورة فاطر نضع اليد في الجيب ونقرأها بإذن الله ثلاث مرات متتالية ونضع النية قبل البدء أن يكرمنا الله بكل ما ذكرته ونضع الله بعدها أن يرزخنا الله برزق ومال كثير يأتينا مسهلا ميسرا بدون كد أو تعب أو مجهود بإذن الله سبحانه وتعالى وإنت بردك وتوكلك على الله هتشوف الحاجة بقت زيدة عندك في كل حاجة في حياتك إن شاء الله داوم عليها ثلاث مرات صباحا وثلاث مرات مساء بإذن لو داوم عليها وإنتوا بإذن الله هتشوفوا حياتكم بتتغير للأحسن والأجمل إن شاء الله بإذن الله نكون نقرأها بعد وضوء وتطيب برائحة جميلة برفن مثلا أو ميسكة أو الحاجات ديات براحتكم ونضع اليد في الجيب ونقرأها بإذن الله ونحن متوجهين للقبلة وينفعي نقرأها أيضا في العوزر الشرعي ترجمة نانسي قنقرأها